تعريف الفقه ونشأته ومدارسه تعريف الفقه الفقه لغة هو العلم بالشيء والفهم له أما في اصطلاح الفقهاء فهو معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية لنتعرف الآن عزيزي الطالب معنى التعريف ومحترزاته نشأة علم الفقه كان الصحابة رضوان الله عليهم يتلقون الفقه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة إما من القرآن وإما مما يذكر لهم من أحاديث وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم كانت إذا وردت عليهم مسألة ينظرون في القرآن أو السنة النبوية فإن وجدوا حكم المسألة فيهما أو في أحدهما حكموا به فإن لم يجدوا عندهم نصا من القرآن أو السنة تشاوروا في حكمها بحسب ما لديهم من أصول فقد يجمعون على حكمها وقد يقيسونها على نص عندهم وقد يختلفون لعلك لاحظت أن الصحابة اعتمدوا في معرفة الأحكام الشرعية على أربعة مصادر هي القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع والقياس مدارس الفقه اجتهد الصحابة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في نشر العلم وانتشروا في أنحاء الأرض فكان للعلم حواضر ينهل منها المتعلمون مثل المدينة المنورة وفيها الخلفاء الأربعة مكة المكرمة وفيها عبد الله بن عباس رضي الله عنه الكوفة وفيها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه البصرة وفيها جابر بن زيد رضي الله عنه الشام وفيها معاذ بن جبل رضي الله عنه مصر وفيها عمر بن العاص رضي الله عنه وفي أواخر القرن الأول الهجري وبداية القرن الثاني اتجهت الآراء نحو تكوين مدرستين فقيتين لكل منهما منهج تختص به وهما مدرسة الأثر وتسمى بمدرسة المدينة وهي بالحجاز ومن أشهر علمائها سعيد بن المسيب رضي الله عنه مدرسة الرأي وتسمى مدرسة الكوفة وهي بالعراق ومن أشهر علمائها على القامة النخعي مدرسة الكوفة مدرسة الكوفة